إحنا رحنا كلجنة يعني شفنا الأبنية وشفنا المنشآت ولكن لم نطلع على الوثائق وعلى الوصولات وعلى الشركات الشون تعمل وعلى الكومنشات المدفوعة لهذه الشركات واش قد يدفع منافع أنا عندي اليوم الموانئ تنطي منافع اقتصادية يسموه نسبة من المنافع الاقتصادية تعطى لمدينة لمعافظة البصرة حتى بيها بناء مدارس بيها بناء مستشفيات بيها للمراكز هذه تعطى يعني أموال تنطيها الموانئ للمحافظة أنا لو أتحقق بهذه الأموال اللي طالعة من الموانئ لهذه الجهات تروح تشوف أكو بيها تسويت تروح إلى جهات متنفذة بعضهم سياسيين تروح لهم هذه حتى يسكتون عن المخالفات واليوم أكو تحقيق بالبرلمان من قبل النائب يعني ياسر الحسيني هو اللي تبنى هذا الموضوع وحنا معاه حقيقة وبكل الملفات وعدة ملفات كاملة عن مخالفات الموانئ العراقية والشركات والكوميشات اللي تندفع ترجمة نانسي قنقر